فيلم ماكس ستيل شاب بسيط وفي حاله بيصحى من نمو بيلاقي عنده قوة خارجه وبيحاول يتخلص منها بأي طريقة لكن المفاجأة بتحصل في النهاية بيبدأ فيلمنا النهاردة مع ماكس وامو وبيكونوا نقلين في بيتهم القديم في المدينة اللي تولد فيها ماكس كل شوية امو كانت بتاخده تسكن في مكان مختلف وده عشان تدور له على علاج لمرضه الغريب المرة دي اختاروا انهم يرجعوا بلدهم القديمة ويأسسوا شركة صغيرة هناك وهم بينضفوا البيت ماكس بيلاقي حاجات كتير تخص ابوه بيشوف صورته مع ابوه هو طفل صغير وهو واقف قدام التلفزيون بيحرك ايده وبيلاحظ ماكس حاجة غريبة وهي ان بتطلع من ايده طاقة غريبة بتأصل على التلفزيون ومش بيعرف ايه السبب تاني يوم هو راح المدرسة بالعجلة بتاعته بيوقف قدام المختبر اللي كان شغل فيها ابوه اللي بيكون اتدمر بسبب اعصار قوي جدا وابوه مات في الاعصار ده بيكمل طريقه فجأة بتخبطه صوفيا بعربيتها بتنزل بسرعة تطمن عليه وبتاعت زره بتقوله انها ما كانتش واخدة بالها وبتوعده انها هتصلح له العجلة بتاعته وبتقوله يستنى وهي راجعة في نفس المكان عشان تاخده معاها البيت بيوصل ماكس للمدرسة وبيتفاجئ ان الاستاذ جاك كان بيعرف ابوه كويس بيلاحظ بعدها ان سوريت ابوه متعلقة على احطان المدرسة وده دليل على ان ابوه شخصية مهمة جدا ماكس بعد ما بيخلص المدرسة بيروح مع صوفيا البيت وبتصلح له العجلة بتاعته وبيشكرها جدا وبيتعرفوا على بعض وبعدها بيودعها وبيمشي بيركع ماكس البيت بعدها وبيلاقي مايلز موجود عنده صديق ابوه كان بيشتغل معه في نفس المختبر وبيكونوا مؤسسين شركة زكاء استنوعي مع بعض اسمها انتك ماكس وقتها بيستأذم منه وبيروح يخسل وشه وبيشوف في المياه صورة كائن فضائي فبيخافوا بيخرج بسرعة في مختبر شركة انتك بيكونوا متوترين جدا بسبب كائن غريب كانوا بيحرصوا هناك والكائن ده بتدى يفوقوا يتحرك من مكانه بنرجع لمكس واما بتقولوا ان مايلز هو اللي اقنعها انها ترجع وتعيش في بيتهم القديم تاني لانه انسب مكان لحالته ومايلز بيقولوا ان بعد موت ابوه يتولى هو مسئولية الشركة وكملوا كل الابحاث اللي كان ابوه شغال عليها وهي انهم يحربوا كائنات الفضائية اللي عاوزت دمر الارض لما بنرجع للمختبر تاني الكائن الفضائي اللي ظهر بيقدر انه يطلع طاقة كبيرة جدا وبيهاجم كل الموجودين وبيخلص عليهم وبيهرب من المكان وبسبب الطاقة اللي طلعت منه القهربة بتقطع في المدينة كلها بعدما القهربة بترجع تاني مايلز بيسيبهم وبيمشي وقتها بيروح مكس وبيبحث على الانترنت وبيكتشف ان اليوم اللي مات فيه ابوه كان فيه اعصار قوي جدا ضرب المختبر ودمره وده كان سبب موت ابوه كمان بيعرف ان مايلز هو الوحيد اللي نجا من الاعصار ده ماكس وهو شغال على الكمبيوتر بيفسل فجأة وده بيخلي بيغضب جدا وبيضرب ايده بكل قوة على المكتب فجأة بتخرج منها قوة ضخمة جدا وده بيخليه يتصدمه ما يعرفش يتصرف وبسرعة بيخبي ايده وبيوقفه القوة اللي طلع منه تاني يوم بيحاول ماكس يعرف ايه هي القوة اللي عنده وبيجربها على الاجهزة الكهربائية عنده في البيت وبسبب كمية الطاقة الكبيرة جدا اللي طلعت من جسمه الاجهزة دي بتنفجر وبتتحرق بعدها في المدرسة بنشوفه قاعد بيرسم وبتجيله صوفيا وبتقوله انها عاوزت قابله ضروري جدا في نفس الوقت ده بتحصل مشاكل في الاجهزة الكهربائية القريبة منه في المكان بسبب الطاقة اللي خرجت منه فجأة لما بيرجع البيت بيفضل يبحث على الانترنت عشان يفهم حالته والطاقة اللي بتخرج منه بدون سبب وبعد بحث طويل جدا للأسف ما بيوصلش لأي حاجة تفيده بيروح بعدها الأم وبيسألها عن أبوه بيقول لها عاوز يعرف كل حاجة عنه مولي ما بتقدرش ترد عليه وده بيخلي شكي ان أمه مخبية حاجة عليه وبيقول لها ان كل الناس في المدينة يعرفوا عن أبوه أكتر من اللي هو عارف وبيسيبها وهو متضايق وبيمشي تاني يوم ماكس بيقابل صوفيا في المطعم وفجأة وهم عاعدين وبيستمتعوا بوقتهم بيحس ماكس بدوخة وزع شديد فبيستأزم منها ويروح بسرعة الحمام فجأة بتطلع من جسمه كمية كبيرة جدا من الطاقة بتعمل دوق شديد جدا ومش بيقدر يسيطر عليها بسبب الطاقة الكبيرة جدا اللي بتخرج من جسمه الكهرباء بتقطع في المكان كله وبيخرج بسرعة وهو مش عارف يعمل ايه بيسيب صوفيا لوحدها في المطعم وبيطلع جري ويركب عجلته وبيمشي بيحاول يدور على أي مكان في الغابة يفرغ الطاقة دي لأن الطاقة كل اللحظة بتزيد وده بيخليه مش قادر يستحملها فجأة بيقف وسط الغابة وبيصرخ بأعلى صوته وبتطلع منه طاقة رهيبة جدا وبيغمع عليه في وقتها بعد شوية بيفوق ماكس وبيلاقي نفسه موجود في القوضة بتاعته مش بيعرف وصل للبيت ازاي ده غير انه بيكتشف ان التشيرت اللي هو لابسه محروب وجسمه كله مليان حروب وبيكون واقف مذهول من اللي بيحصله فجأة بيلفت نظره ان فيه مخلوق فضائي موجود معاه في نفس المكان فبيخرج بسرعة من المكان وهو مرعوب والكائن ده بيكلمه وبيقوله ان اسمه ستيل وبيقول انه كائن فضائي بيتغز على الطاقة اللي بتطلع من جسمه وده بيخلي ماكس مش فاهم فيه ايه بالزبط وحاسس نفسه ان بيحلم حلمه مرعب بس ستيل بيأكد له انه مش بيجدب عليه وانه فعلا بيتغز على الطاقة اللي بتطلع من جسمه وبيقوله لما كنت في الغابة كنت هتنفجر بسبب كمية الطاقة كبيرة جدا اللي في جسمك فانا امتصيت كل الطاقة دي وانقصت حياتك قبل ما تنفجر كمان ستيل بيقوله انه من غير الطاقة اللي بياخدها منه مش هيقدر يعيش وانهم لازم يكونوا موجودين مع بعض طول الوقت وانه موجود هنا عشان يحمي من الاعداء اللي عاوزين يقتلوه ماكس بيرفض وجود ستيل معاه وبيقرر انه يخلص منه فبيحطه في الشنطة بتاعته وبياخده الغابة عشان يسيبه هناك وهم ماشيين في وسط الغابة ستيل بيقوله انه بسبب القوة اللي خرجت من جسمه فاق وقام من السبات اللي كان فيه وبيقوله انه مفيش حد فيهم يقدر يعيش من غير التاني وما ينفعش يسيبه بعض من دلوقتي لان ماكس بتخرج من جسمه طاقة ولو ماقدرش يخلص منها هينفجر وفي نفس الوقت ستيل بيحتاج للطاقة دي عشان يتغزع لها ويقدر يعيش فجأة وهم بيتكلموا بيظهر عدد كبير من جنود شركة انتك وبيضربوا عليهم نر عشان يقتلوهم فبيجربوا بسرعة وبيهربوا منهم وكل ده وماكس مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه ومين الناس دول وليه عاوزين يقتلوه في الوقت ده ماكس بيشوف زكريات من حياة ابوه كمان بيسمع كلمة ألترالينج ودول كائنات فضائية شريرة بتحاول انها تدمر الارض وبيعرف وقتها ان ستيل واحد منهم بس ستيل بيقوله انه فعلا واحد من الكائنات الفضائية لكن هو نوع مسلم جدا وكان صديق لأبوه كان بيساعده عشان يحربوا المخلوقات الفضائية اللي عاوزة تدمر الارض ماكس بيقتنع بكلامه وبيصدقه ومش بيكون قدامه اي مكان يستخب فيه غير المدرسة فبياخد ستيل في الشنطة عشان يخبيه هناك وده المكان الوحيد اللي ينفع يسيب فيه ستيل وهو متطمر وقتها بيقابل سوفيا وبيعتزل لها انه سابها في المطعم لوحدها ومشي فبتقبل اعتذار وهي مبسوطة بعدها بيروح هو وستيل لمكان مهجور عشان يكتشف قوته الخفية وفي اللحظة دي بتخرج قوة وطاقة كبيرة جدا من جسمه ستيل بيساعده ازاي يسيطر على قوته ويستفاد منها بيكتشف ماكس وقتها انه بيمتلك قوة وحركة سريعة جدا ومهارات قتالية خارقة وقتها بيتحد ستيل مع جسم ماكس وبيطلع منهم هما الاتنين مخلوق قوي جدا ومن وقتها بيدرك ماكس انهم مش ممكن يفترقوا عن بعضه هو وستيل وهيفضلوا مع بعض للأبد بيشوف وقتها ماكس لمحامل ماضي أبوه وبيعرف انه هو وستيل كانوا مرتبطين ببعض جدا في كل حاجة وبيعرف انهم لازم يتحدوا مع بعض عشان يقدروا يهزموا الكائنات الفضائية الشريرة اللي عاوزة تدمر كوكب الأرض كمان بيشوف الاعصار المدمر اللي أبوه مات بسببه وقتها ستيل بيقوله ان الاعصار ده ما كانش بسبب كرسة طبيعية ولكن كان اعصار صناعاته المخلوقات الفضائية عشان تقضي على أبوه وعشان يعرف أكتر عن أبوه وازاي مات بيكرر انه يقابل مايلز ويعرف كل حاجة عن اللي حصل لحظة الاعصار بيركب عجلته وبيمشي وهو متأكد انه هيلاقي كل الإجابات على كل الأسئلة اللي في دماغه من صديق أبوه لديم فجأة وهو ماشي بتقابله صوفيا بعربيتها وبتعرض عليه انها توصله المكان اللي هو عاوزه بس في الوقت ده ماكس بيشوف الجنود اللي كانوا عاوزين يقتلوا في الغابة وعشان كده بيسيب صوفيا وبيمشي بسرعة وبيقول ستيل لازم كل واحد فيهم يمشي من طريق مختلف بيحاول يهرب منهم بأي طريقة وفي النهاية بيقابل صوفيا مرة تانية ومش بيلاقي أي طريق غير انه يركب معها عشان يقابل مايلز في أسرع وقت ويحكيله على كل اللي حصل بعد وقت قليل بيوصله المختبر اللي موجود فيه مايلز وبيسأله ايه اللي حصل لأبو وقت الاعصار فبيقوله مايلز ان في الوقت ده هو ما كانش موجود مع أبوه عشان كده مش عارف ايه اللي حصل بالزبط وبيوريه جهاز بيولد طاقة كبيرة جدا بيقوله ان الجهاز ده كان حلم أبو عشان ينقذ العالم وبيطلب منه يساعد ويكمل كل أحاسه لحد ما يخلص المشروع ويحقق حلم أبو في نفس اللحظة دي تخرج طاقة كبيرة جدا من جسم ماكس وبيحس بألم شديد وبيسيب المكان وبيخرج بسرعة وفي الطريق بيظهر اعصار شديد جدا بيجري ورا ماكس وعاوز يدمره بيحاول ماكس يهرب من الاعصار وبيستخبى جوه البيت لكن الاعصار بيكون قوي جدا وبيدمر البيت وفجأة بيلاقي ماكس نفسه قدام وحش مرعب من المخلوقات الفضائية وقبل ما يقتله بيوصل السيل وبيتحده هما الاتنين مع بعض وبيتحول ماكس لمقاتل خارج وبيقدروا هما الاتنين انهم يتحدوا المخلوق الشرير وبيقدر ماكس انه يطلع من جسمه طاقة كتيرة جدا بيضرب بيها المخلوق الفضائي وبيدمره بعدها بيشوف ماكس جزء من ماضي ابوه هو في المختبر وبيكون موجود مع ستيل وده الوقت اللي بيحصل في الاعصار وبيقتله هنا بيفتكر ماكس ان ستيل هو السبب في موت ابوه وبيغضب جدا منه وبيصيب ويمشي لما بيوصل عند البيت بيلاقي الجنود اللي كانوا عاوزين يقتلوه موجودين هناك فبيهرب من هناك بسرعة وبيروح عند سوفيا وبيقولها انه محتاج العربية بتاعتها ضروري عشان يروحوا يقابل مايلز في اسرع وقت في الطريق بيتسل بمايلز وبيقوله على الناس اللي عاوزين يقتلوه ومايلز بيقوله انهم خطفوا امه وعارف كل اللي بيحصل معاه ولازم يروح دلوقت مختبر ابوه القديم لانهم حبسين امه هناك ماكس بينفس كل حاجة بيقولها له مايلز وبيوصل للمختبر القديم وبيمشي جوا بهدوء جدا في نفس الوقت ده سوفيا بتتسل بامه ماكس وبتقولها انه جي عندها وخد العربية بتاعتها عشان يروحوا يقابل مايلز مولي بتقدر تفهم كل حاجة بتحصل ويئيه اللي بيخطط له مايلز وبتطلب من الجنود انهم يدوروا على ابنها ماكس في اسرع وقت ويحموه وبتقول للجنود انها بتمتلك الجزء الاكبر في شركة انتك وينفزوا كل اوامرها ويتجهلوا كل اوامر مايلز ويرجعوا ماكس باي طريقة وفي اسرع وقت بنرجع للمختبر تاني وبيكتشف ماكس وجود ستيل جوا جهازه مقفول عليه مش بيتحرك ومش حاسس باي حاجة بيحاول انه يخرجوا لكن للأسف ما بيقدرش وقتها بيشوف ذكريات من الماضي وبيشوف ابوه هو بيستعد عشان يواجه المخلوقات الفضائية الشرسة وبيشوف وقتها ستيل موجود معه وبيحاول يساعده وبيدخل وقتها ابو ماكس جهاز التحكم لكن قبل ما يبدأ هجومه المخلوقات الفضائية بتهجم على المختبر وبيتدمره وبتدمر كل الاجهزة اللي موجودة فيه وقتها بيكتشف ابو ماكس ان صديقه مايلز خانه وانضم للمخلوقات الفضائية الشريرة وبيكتشف خطته في انه عاوز ياخد من قوته الخارقة عشان يستخدمها ويحقق بها مكاسب كبيرة جدا ويكون انسان خارج محدش يقدر عليه لكن ابو ماكس مش بيدي الفرصة دي وبيكرر انه يضحب نفسه وبيقول ستيلي دور على ابنه ماكس ويحميه ويكون معاته للوقت وفي اللحظة دي ابو ماكس بيفجر نفسه بيموت وخطة مايلز بتفشل لكن لما بيكتشف مايلز ان ماكس ورس قوة ابو الخارقة بيكرر انه يستغل وياخد منه قوته وقتها بيفهم ماكس كل ده وبيهاجم على مايلز لكن مايلز بيكون لابس درع كوي جدا وبيضربه بكل قوته وبيهدد ماكس انه هيقتله لو ما دخلش جهاز التحكم عشان يقدر يسحب منه قوته الخارقة وقتها ماكس مش بيلاقي حل غير انه يعمل كل اللي بيقول عليه مايلز وبيروح يقعد على جهاز التحكم وقتها بيشوف ستيلي بيتحرك وبيتفق معه انه هيضحب نفسه زي ابو ما عمل وينقذ الارض من الدمار وقتها بتخرج قوة وطاقة رهيبة جدا من جسمه وبيمتصها ستيلي وبيعتحده هما الاتنين مع بعض وبيتحول ماكس لماكس الخارج وبيضمر قلة التحكم وبيدخل في اقتال عنيف جدا مع مايلز اللي بيقدر بييده انه يمتص القوة من جسم ماكس كل القوة ما بتتسحب من جسمه وبيضعف اكتر عشان كده ستيلي بيقوله يجرب قدرته الخارقة في التخفي وهاجم مايلز وفعلا بيقدر يختفي وبيهاجم مايلز بكل شراسك لكن مايلز بيكون ذكي جدا وبيقدر يعرف مكانه وبيهجم عليه وبيفضل يسحب من قوته الخارقة منه وقتها بتوصل الجنود وبيهجمه على مايلز وبيحاول انهم يخلصوا عليه لكن مايلز وقتها بيستخدم قوته الخارقة في الكتال معهم وبيقدر انه يدمرهم كلهم ويخلص عليهم واحد ورد تاني بكل سهولة بيهجم ماكس على مايلز بكل قوته وبيسدد له ضربات سريعة جدا وقوية ما بيدهوش اي فرصة انه يدافع عن نفسه لكن مايلز بيرجع مرة تانية وبيسيطر على ماكس وبيسحب منه قوته وفي اللحظة دي بيقرر ماكس انه ينهي حياته ويضحي بنفسه وبيخرج كل الطاقة وقوة اللي في جسمه مرة واحدة وبيوجهها المايلز وهنا بيحصل انفجار ضخم جدا في المكان بسبب ان الانفجار ده مايلز بيموت وماكس بيغم عليه ولما بيفوق بيلاقي نفسه هو وستيل ما حصل لهمش اي حاجة من الانفجار وبعد وقته قليل بتوصل امه وبتطمن عليه وبتفرح جدا لما بتشوف استيل تاني يوم امه بتقوله السبب الحقيقي اللي خليها كل فترة يروح ويعيشه في مكان مختلف وده عشان تحميه كمان يلاقه دكتور يقدر يعالجه ويخفف من كمية الطاقة اللي بتخرج من جسمه وبتقوله انه ابوه كان مخلوق فضائي جاي من كوكب بعيد وبتدي سلسلة بتاعت ابوه ولما بيعلق السلسلة دي في خريطة الكواكب اللي كان عاملها ابوه بيقدر يكتشف الكواكب اللي تولد فيه ابوه جي منه بعدها ماكس بيروح عن دي سوفيا وبيكون رسم صورتها على ورقة وبيقدمها لها هدية وبتكون فرقانة جدا بيها وبيعيدها انه هيكون جنبها طول الوقت ومش هيسبها بعدها بيندمج ماكس وستيل مع بعض وبيفضلوا يتيروا في السماء وبيكون مهمتهم انهم يحموا الارض والبشر من مخلوقات الفضائية الشريرة اللي عاوزة تدمر الارض وتقدع البشرية وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد شكرا عن المشاهدة وسلامة صديقي